الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المشاهدون الكرام أعلق تعليقا سريعا حول كتاب وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومنهاج جماعة التبليغ في ذلك هذا الكتاب هو كتاب فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري وفقه الله لمحابه ومراضيه هذا الشيخ كان يخرج مع أهل الدعوة والتبليغ سنين طويلة وكان من أكثر المنافحين عن منهج أهل الدعوة والتبليغ وكان أكثرهم على الإطلاق في زمانه دفاعا عن أهل الدعوة ومناظرة لمناوئيها وهم الإخوة السلفيون أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه هذا الشيخ بارك الله فيه من كثرة التشنيعات التي سمعها حول أهل الدعوة والتبليغ سافر إلى بلاد الجهد سافر إلى الهند وإلى الباكستان وإلى البنغلاديش وسأل كبار المشايخ هناك عن منهج أهل الدعوة والتبليغ وقارنه بالكتاب والسنة الذي تعلمها على أيدي العلماء واستخرج لنا نتيجة عظيمة وهي هذا الكتاب هذا الشيخ استخرج لنا هذه النتيجة العظيمة وهي قاعدة عظيمة لا يختلف عليها مسلمان وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومنهاج جماعة التبليغ في ذلك الشيخ بارك الله فيه انتصر لأهل الدعوة والتبليغ واستخلص من رحلته ومن رحلاته مع أهل الدعوة والتبليغ أنهم يدعون إلى الكتاب والسنة وأنهم على منهاج السلف وأنهم على منهاج النبوة طيب هذا الكتاب إذا قرأناه سنجد فيه الأدلة الدامغة والأدلة المفحمة الردود المفحمة على مناوئ أهل الدعوة والتبليغ طبعا سوف نتناول بعض النقاط في هذا الكتاب إن شاء الله اتباعا يعني في كل مقطع سوف نتناول نقطة واحدة لنجليها ونبينها للناس ونبين أن هذا الكتاب فعلا ينطق بحال أهل الدعوة والتبليغ يعني هذا الكلام ليس كلام الشيخ خالد عبد الرحمن بل هذا هو منهاج أهل الدعوة الشيخ خالد ما هو إلا مراسل فقط هو الذي ترجم هذا الكلام فقط يعني هو ترجم هذا الكلام ونقله وكتبه في أوراق فقط يعني هو لم يزد شيئا من عند نفسه ولم يعني يكذب حينما كتب ذلك لم يكذب على أهل الدعوة حينما كتب ذلك لم يكذب عليهم ولم يكتب شيئا لم يكن حاصلا بل كتب الذي رأاه بعينه فهو كالمراسل أي أن هذا الكتاب من هذا الشيخ هو نقل الصورة الحقيقية الصورة الواقعية على أرض الواقع فأي تراجع عن هذا الكتاب يعني أحد أمرين إما أنه كان كاذبا حين كتب ذلك وأنه ليس بواقع أو أن هذا الأمر واقع وأن الشيخ صادق فإذا كان هذا الأمر واقعا والشيخ صادق فيما كتب فلا يحق له أن يتراجع عما يتراجع يتراجع عن واقع يتراجع عن واقع هذه حياة أهل الدعوة والتبليغ كيف يتراجع عن واقعهم عن حياتهم هو يتراجع عما يعتقد هو يتراجع عما يرى لكن يتراجع عن صورة واقعية ونقلها كالمراسل ليس هذا في عالم التحقيق وليس هذا في عالم الإنصاف أبدا فسوف نقرأ إن شاء الله في المقاطع القادمة بعض النقاط من هذا الكتاب ونجلي هذا الأمر بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه